الشيء الدقيق أن الكلمات إذا تعددت تنوعت أعالج الموضوع من جهة ثانية كمال الخلق هذا الكون معجز يدل على كمال التصرف ومن كمال التصرف أن هذا الخالق العظيم لا بد من أن يدفعنا إلى قاعته في عنا عباده بمعناها الواسع طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية هذه العبادة على مدى العام في كل يوم وفي كل صباح ومساء وفي كل أسبوع وفي كل شهر إلى نهاية العام هذه العبادة السابتة المستمرة الدائمة إلا أن هناك دورات استثنائية رمضان دورة في العبادة استثنائية طبعاً نطبق برمضان ما كنا قبل رمضان إلا أن هذا الشهر نمتنع عن المباحات يعني إنسان في بيته الحرارة 51 بالبيت ما في حدا والسلاجة ممتلئة بكل ما لذى وطاب كل أنواع الشرابات لا يستطيع أن يضع في فبه قطرة ماء وحده اسمها عبادة الإخلاص عبادة البخاربة المراقبة فأنت حينما تمتنع عن كل شيء برمضان وأنت وحدة في البيت دليل أنت موقن يقين قطعي أن الله يراقبك تقريباً البوضوع الدعاء لماذا تدعو إلى الله أنت مؤمن أنه موجود وأنه يسمعك وإن أضمرت الدعاء يعلم وهو قادر على تلبية رغمتك ويحب أن يكرمك أربع سبع شروط بالدعاء صار الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة العبادة دعاء هذا المخلوق الطارق الحادث الخائف الشهواني يتصل بأصل الجمال والكمال والنوال الآن مكارب الإخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً فأنا بالاتصال بالله أستمت منه الكمال الرحمة الإنصاف الحكمة كل الكمال الإلهي يشتق من الله عندما تعقد لك معه اتصال الصيام استثنائي ترك الطعام والشراب ترك مقاربة الزوجة خوفاً من الله إرضاء إلى الله عز وجل فالصلاة برمضان استثنائية في ترويح في قيام ليل في فجر في جماعة من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمس ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح صار في عنا الفجر في جماعة ترى إخوانك في المسجد والجماعة فيها رحمة فيها تنافس فيها انضباط ومساء شيء نفسه معنى ذلك في مناسبات للاجتماع بالإخوة الأكارب المؤمنين الطيبين الطائرين وهي مناسبة واحدة الآن صار رمضان أيضاً له ملمح صحي بس إذا تصورت أنه رمضان من أجل الصحة هو عبادة قبل أن تقوم من أجل الصحة هو عبادة بس له آثار صحية كثيرة جداً على كل رمضان عبادة استثنائية شهر القرب شهر الحب شهر القرآن تقرأ كل يوم جزء شهر الإنفاق إنفاق المال شهر صحية الأرحام شهر العمل الصالح أنا أتمنى الآن تمنيات إذا فيه مشكلة كبيرة إما أن تحلها قبل رمضان أو أجلها إلى مبعد رمضان داخل رمضان خلي فيه صفاء فيه مشكلة صحية مشكلة اجتماعية مشكلة أسرية بالعمل مع شريكة إذا فيه مشكلات متفاقبة أو متفجرة أتمنى على الإخوة الكرام أن تحل قبل رمضان أو أن تحل بعد رمضان خلي شهر صافي ما فيه مشكلات شهر عبادة شهر تراويح شهر صلاة في البسجد الفجر شهر صلة الأرحام شهر إليك أقارب بأطراف المدينة في نهار رمضان زر هؤلاء الأقارب قصهم بالزكاء أحياناً بعدين الزكاء لك أن تدفعها في أول رمضان أو بأول عشر الأخير أما يوم العيد خذ الزكاء يبدو يشتري ألبسه لأولاده ألبسه حاجات طعام شراب حلويات فالزكاة تدفع في رمضان إن أكرم أكرمك الله بدفع الزكاء وفي أول الشهر ما في مانع أبداً لكن حتى أدنا أول عشر الأخير أما يوم العيد طف لا لكن أن تدفعها قبل وقت من شأن تحلبش حياة مسلمين لذلك رمضان آداب الأشياء البديهية كلكم تعرفونها أكثر من أما كل آداب اللي أنا حبيت إذن كلمات تنوعة تعذلت الآداب في هذا الشهر الشهر إذن الصلة بالله القرب القرآن صلة الأرحام الإكرام يعني لم شمل الأسر دائماً هذا الرمضان أما مع الأسف الشديد أيام أحياناً الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح أنا الذي أراه ولا أعمم والتعميم من العماء أن معظم الناس رمضان شهر الولائم والمسلسلات مسلسل المسلسل أداة غربية خطيرة تهدم القيم كلها بيت فخم جداً ثلاث سيارات بيت على البحر بيت في الجبل بيت في العاصمة ولقاء نساء كاسيات عاريات سهرات حميمة هذا الغني برجوك واحد دين بس أفقه ضيق جداً بيت صغير زوجة بعيدة عنه عند الجيران لولاد بالحارة أنه ما هجبوا إسلام عطوك أبشع صورة عن المسلم هذا الإعلام سيدي إعلام مهمته تفكيك العلاقات الدينية المهمة خطيرة تسفيه القيم الإنسانية نقلك إلى قيم حضارية ساقطة قيم اللذة والشهوة مرة قلت كلمة عن أمريكا طبعاً البلاد الغربية كلها ونحن على طريقها ما شهر يعيش الإنسان لحظته فقط الآن لا في كبر بالسن لا في شيخوخة لا في موت لا في جنة لا في نار لحظته همه الرفا والعالم كله يمشي بهذا الطريق الإسلام أراد الله عز وجل أن ينقلك من وحل الأرض إلى وحي السماء في قرآن كلام خالق الأكوان وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه أرجو الله سبحانه وتعالى كل الإيجابيات في رمضان أن تستمر بعد رمضان أقول كلمة لعلها قاسية من عاد بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان والله في رأي الشخصي وهي اجتهاد هذا كأنه ما صام رمضان البطولة أن تنتقل نقل نوعية في رمضان أن تتابع هذه النقلة إلى نهاية العام لا يفطر في صباح العيد إلا فمك فقط أما عدنا إلى الغيبة والنميمة والمسلسلات والسهرات الحارة واللقاءات اللذر بالله وكلام فارغ وإلى آخره العادات التي كسبناها من الغرب السلبية يجب أن نقلع عنها كليا بيتنا إسلامي صيامنا إسلامي كسبنا إسلامي لقاءاتنا إسلامية لا في اختلاط ولا في مسلسلات ولا في شاشة مفتوحة هذا الذي أتمنه أن يكون نقلة نوعية في رمضان لكل إحواتنا المستمعين وأنا والله مشتاق لكم جميعا أعضاء المجلس الإسلامي وأنا أتمنى أن ألتقي بكم إن شاء الله الأيام القريبة لألتقي والحمد لله رب العالمين